حدثنا عبد الرزاق أخبرنا إسرائيل عن سماك أنه سمع جابر ابن سمرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة كذابين حدثنا عبد الرزاق أخبرنا إسرائيل عن سماك أنه سمع جابر ابن سمرة يقول أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمعزي بن مالك رجل قصير في إزاره ما عليه رداء قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم متكئ على وسادة على يساره فكلمه وما أدري ما يكلمه وأنا بعيد منه بيني وبينه قوم فقال اذهبوا به ثم قال ردوه فكلمه وأنا أسمع فقال اذهبوا به فارجموه ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبا وأنا أسمعه قال فقال أكل ما نفرنا في سبيل الله خلف أحدهم له نبيب كنبيب الطيسي يمنح أحداهن الكثبة من اللبن والله لا أقدر على أحدهم إلا نكلتوا به دفنا عبد الرزاق أخبران إسرائيل قال أخبراني سماك أنه سمع جابر ابن سمرة يقول كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن ثم يمهل فلا يقيم حتى إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج أقام الصلاة حين يراه حدثنا حماد بن خالد حدثنا أبن أبي ذئب عن المهاجر بن مسمار عن عامري بن سعد قال سألت جابر ابن سمرة عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليزال الدين قائما حتى يكون 12 خليفة من قريش ثم يخرج كذابون بين يدي الساعة ثم تخرج عصابة من المسلمين فيستخرجون كنز الأبيض كسرى وآل كسرى وإذا أعطى الله تبارك وتعالى أحدكم خيرا فليبدأ بنفسه وأهله وأنا فراطكم على الحوضي حسنا يزيد أخبرنا مسعر عن عبيد الله أبن القبطية عن جابر ابن سمرة قال كن إذا صلينا وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام عليكم بأيدينا يمينا وشمالا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بالوا أقوامين يرمون بأيديهم كأنها أغناب الخيل الشمس ألا يسكن أحدكم ويشير بيده على فخيذه ثم يصلم على صاحبه عن يمينه وعن شماله حسنا سليمان بن داود أخبرنا شعبة وعن سماك قال سمعت جابر ابن سمرة وسئلا عن شيء بالنبي صلى الله عليه وسلم قال كان في رأسه شعرات إذا دهان رأسه لم تتبين وإذا لم يدهنه تتبين حسنا سليمان بن داود حدثنا شعبة وعن سماك سمع جابرا يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر بسبح أسمى ربك الأعلى ونحوها وفي الصبح بأطول من ذلك حسنا سليمان بن داود عن شريك عن سماك عن جابر ابن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسو ليلة القدر في العشر الأواخر حسنا سليمان بن داود حدثنا شريك عن سماك قال قلت لجابر ابن سمرة أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم فكان طويل الصمت قليل الضحك وكان أصحابه يذكرون عنده الشعر وأشياء من أمورهم فيضحكون وربما تبصم حان عبد الله بن الوليد ومؤمل المعنى وهذا لفظ عبد الله قال حدثنا سفيان عن سماكي بن حرب عن جعفار بن أبي ثور عن جابير بن سامورتة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم قال لا قال فأصلي في مراحي الغنم قال نعم قال أتوضأ من لحوم الأبل قال نعم قال فأصلي في أعطانها قال لا حان أبو قطئ حدثنا شعبة عن سماكي عن جابير بن سامورتة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكل العين من هوس العقب حسن عمر بن سعد أبو داود الحفري عن سفيان عن سماكي عن جابير بن سامورتة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ويجلس بين الخطبتين ويقرأ آيات ويذكر الناس حسن حماد بن أسامة حدثنا مجالد عن عامر عن جابير بن سامورتة السوئي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداعي إن هذا الدين لن يزال ظاهرا على من ناوى سمعته لا يضره مخالف ولا مفارق حتى ينضي من أمة إثنى عشر خليفة قال ثم تكلم بشيء لم أفهمه فقلت لأبي ما قال قال كلهم من قريش حسن أبو كامل حدثنا شريك عن سماك عن جابير بن سامورتة أن أهل بيت كانوا بالحرة محتجين قال فماتت عندهم ناقة لهم أو لغيرهم فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في أكلها قال فعصمتهم بقية شيتائهم أو سنتهم حدثنا عبد الرزاقي أنا إسرائيل عن سماك أنه سمع جابير بن سامورتة يقول مات رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فقال يا رسول الله مات فلان قال لم يمت ثم أتاه الثانية ثم الثالثة فأخبره فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف مات قال نحرى نفسه بمشقص قال فلم يصلي عليه حسن أبن نمير حدثنا مجالد عن عامر عن جابير بن سامورتة السوئي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع ليزال هذا الدين ظاهرا على من ناوى فأه ليضره مخالف ولا مفارق حتى ينضي من أمتي اثنى عشر أميرا كلهم ثم خفي من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وكان أبي أقرب إلى راحل التي رسول الله صلى الله عليه وسلم مني فقلت يا أبتاهما الذي خفي من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول كلهم من قريش حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماكي بن حرب قال سألت جابير بن سامورتة كيف كان يخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان يخطب قائما غير أنه كان يقعد قعدة ثم يقوم حدثنا عبد الرزاق أخبرنا إسرائيل عن سماكي أنه سمع جابير بن سامورتة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بين يدي الساعة كذابين حدثنا عبد الرزاق أخبرنا إسرائيل عن سماكي أنه سمع جابير بن سامورتة يقول أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمعزي بن مالك رجل قصير في إزاره ما عليه رداء قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم متكئ على وسادة على يساره فكلمه وما أدري ما يكلمه وأنا بعيد منه بيني وبينه قوم فقال اذهبوا به ثم قال ردوه فكلمه وأنا أسمعه فقال اذهبوا به فارجموه ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبا وأنا أسمعه قال فقال اكل ما نفرنا في سبيل الله خلف أحدهم له نبيب كنبيب التيسي يمنح أحدهن الكثبة من اللبني والله لا أقدر على أحدهم إلا نكلتو به حسنا عبد الرزاق أخبران إسرائيل أخبران سماك أنه سمع جابر ابن سمرة يقول كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن ثم يمهل فلا يقيم حتى إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج أقام حين يراه حسنا حماد بن خالد حدثنا أبن أبي ذئب عن المهاجر ابن مسمار عن عامري بن سعد قال سألت جابر ابن سمرة عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليزال الدين قائما حتى يكون 12 خليفة من قريش ثم يخرج كذابون بين يدي الساعة ثم يخرج عصابة من المسلمين يستخرجون كنز الأبيض كسرى وآل كسرى وإذا أعطى الله تبارك وتعالى أحدكم خيرا فليبدأ بنفسه وأهله وأنا فراطكم على الحوض حسنا يزيد أخبران مسعر عن عبيد الله ابن القبطية عن جابر ابن سمرة قال كنا إذا صلينا وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام عليكم بأيدينا يمينا وشمالا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بالوا أقوامين يرمون بأيديهم كأنها أغناب الخيل الشمسي لا يسكن أحدهم ويشير بيده على فخذه ثم يصليم على صاحبه عن يمينه وعن شماله حسنا سليمان بن داود حدثنا شعبة وعن سماك قال سمعت جابر ابن سمرة وسئلا عن شيء بالنبي صلى الله عليه وسلم قال كان في رأسه شعرات إذا دهان رأسه لم تتبين وإذا لم يدهنه تبين حسنا سليمان بن داود حدثنا شعبة وعن سماك سمع جابر يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر بسبح أسمى ربك الأعلى ونحوها وفي الصبح بأطول من ذلك حسنا سليمان بن داود عن شريك عن سماك عن جابر ابن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسو ليلة القدر في العشر الأواخر حسنا سليمان بن داود أخبرنا شريك عن سماك قال قلت لجابر ابن سمرة أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان طويل الصمت قليل الضحك وكان أصحابه يذكرون عنده الشعر وأشياء من أمورهم فيضحكون وربما تبصم حسنا عبد الله بن الوليد ومؤمل المعنى وهذا لفظ عبد الله حدثنا سفيان عن سماك بن حرب عن جعفار بن أبي ثور عن جابر بن سمرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم قال لا قال فأصلي في أعطانها قال لا حسنا أبو قطأ أخبرنا شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكل العين من هوس العقب حسنا عمر بن سعد أبو داود الحفري عن سفيان عن سماك عن جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ويجلس بين الخطبتين ويقرأ بآيات ويذكر الناس حسنا حماد بن أسامة حدثنا مجالد عن عامر عن جابر بن سمرة السوئي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداعي إن هذا الدين لن يزال ظاهرا على من ناوىه لا يضره مخالف ولا مفارق حتى ينضي من أمة إثنى عشر خليفة قال ثم تكلم بشيء لم أفهمه فقلت لأبي ما قال قال كلهم من قريش حسنا أبو كامل حدثنا شريك عن سماك عن جابر بن سمرة أن أهل بيت كانوا بالحرة محتجين فماتت عندهم ناقة لهم أو بعير لهم فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في أكلها قال فعصمتهم بقية شيتائهم أو سنتهم حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة كذبين قال سماك سمعت أخي يقول قال جابر فاحذروهم حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماك بن حرب أنه سأل جابر بن سمرة كيف كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح قال كان يقعد في مقعده حتى تطلع الشمس حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة عن سماك عن جابر بن سمرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تفتحن عصابة من المسلمين أو من المؤمنين كنز آل كسر الذي في الأبيض قال سمعته يقول إن الله تبارك وتعالى سمى المدينة الطيبة حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة عن سماك عن جابر بن سمرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين يدي الساعة كذابون حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة عن سماك عن جابر بن سمرة قال ما تبغل وقال حماد بن سلم تناقة عند رجل فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتيه فزعم جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لصاحبها أم لا كما يغنيك عنها قال لا قال اذهب فكلها قال أبو عبد الرحمن الصواب ناقة حدثنا عبد الله بن ميموء أبو عبد الرحمن يعني الرقي حدثنا عبيد الله يعني ابن عمر عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال سمعت رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصلي في ثوبي الذي آت فيه أهلي قال نعم إلا أن ترى فيه شيئا تغسله هذا الحديث لا يرفع عن عبد الملك بن عمير حسين بن محمد حدثنا أيوب يعني ابن جابر عن سماك عن جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصل بنا الصلاة المكتوبة ولا يطيل فيها ولا يخف وسطا من ذلك وكان يؤخر العتمة حسين بن محمد حدثنا سليمان بن قرمين عن سماك عن جابر بن سمرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما فمن حدثك أنه رأاه يخطب إلا قائما فقد كذب ولكنه ربما خرج ورأى الناس في قلة فجلس ثم يثبون ثم يقوم فيخطب قائما حان يحيى بن أبي بكير حدثنا إبراهيم بن طهمان حدثني سماك عن جابر بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث أني لا أعرفه الآن حسين عبد الله بن محمد وسمعته أنا من عبد الله بن محمد قال ثنى أبو الأحواص عن سماك عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر صلاة العشاء الآخرة حسين عبد الله بن محمد وسمعته أنا من عبد الله بن محمد حدثنا حاتم بن إسماعيل عن المهاجر بن مسمار عن عامري بن سعدي بن أبي وقاص قال كتب إلى جابر بن سمرة مع غلمي أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فكتب إلي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة عشية رجم الأسلامي يقول قال ليزال الدين قائما حتى تقوم الساعة أو يكون عليكم إثنى عشر خليفة كله من قريش وسمعته يقول عصبة المسلمين يفتتحون البيت الأبيض بيت كسر وآل كسر وسمعته يقول إن بين يدي الساعة كذابين فاحذروهم وسمعته يقول إذا أعطى الله تبارك وتعالى أحدكم خيرا فليبدأ بنفسه وأهل بيته وسمعته يقول أنا فراتكم على الحوض حان عبد الله بن محمد وسمعته أنا من عبد الله بن محمد حدثنا أبو أسامة عن زكريا بن سياه أبي يحيى عن عمرنا بن رباح عن علي بن عمارة عن جبير بن سمرة قال كنت في مجلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال وأبي سمرة جالس أمامي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الفحش والتفحش ليس من الإسلام وإن أحسن الناس إسلاما أحسنهم خلقا حدثنا عبد الله بن محمد وسمعته أنا منه حدثنا محمد بن القاسم الأسادي حدثنا فتر عن أبي خالد الوالبي عن جبير بن سمرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث أخاف على أمة الاستسقاء بالأنواء وحيف السلطان وتكذيب بالقدر حثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة حدثنا سماك بن حرب عن جبير بن سمرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد قعدة لا يتكلم ثم يقوم فيخطب خطبة أخرى على منبره فمن حدثك أنه يراه يخطب قاعدا فلا تصدقه حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج أخبرنا شعبة عن سماك بن حرب عن جبير بن سمرة قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبن الدحداح قال حجاج على أبي الدحداح ثم أتي بفرس معرور فعقله رجل فركبه فجعل يتوقص به ونحن نتبيعه نسعى خلفه قال فقال رجل من القوم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كم عذق معلق أو مدلا في الجنة لأبي الدحداح قال حجاج في حديثه قال رجل معنا عند جبير بن سمرة في المجلس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كم من عذق مدلا لأبي الدحداح في الجنة حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة قال قال رأيت خاتما في ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه بيضة حمامين حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة قال سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون اثنى عشر أميرا فقال كلمة لم أسمعها فقال القوم كله من قريش حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن سليمان عن المسيبي بن رافع عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه وهو في الصلاة أن لا يرجع إليه بصره حدثنا بهز حدثنا حماد بن سلمة حدثنا سماك قال سمعت جابر بن سمرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليزال الإسلام عزيزا إلى اثني عشر خليفة فقال كلمة خفيفة لم أفهمها قال قلت لأبي ما قال 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 كله من قريش حثنا بهز حدثنا حماد بن سلمة عن سماك قال سمعت جابر بن سمرة يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول بين يدي الساعة كذابون حثنا بهز حدثنا حماد بن سلمة عن سماك عن جابر بن سمرة قال ما كان في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشيبي إلا شعرات في مفرق رأسه إذا ادهان وراهن الدهن حثنا ابن نمير حدثنا مجالد عن عامر عن جابر بن سمرة السوئي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع ليزال هذا الدين ظاهرا على من ناوىه ليضره مخالف ولا مفارق حتى ينضي من أمتي اثنى عشر أميرا كله من قريش قال ثم خفي علي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وكان أبي أقرب إلى راحل التي رسول الله صلى الله عليه وسلم مني فقلت يا أبتاهما الذي خفي علي من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول كلهم من قريش قال فأشهد على أفهمي أبي إياي قال كله من قريش حثنا أبو كامل حدثنا زهير حدثنا سماك بن حرب قال نبأني جابر بن سمرة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب قائما على المنظر ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما قال فقال لجابر فمن نبأك أنه كان يخطب قاعدا فقد كذب فقد والله صليت معه أكثر من ألفي صلاة حثنا أبو كامل حدثنا زهير حدثنا سماك بن حرب قال سألت جابرا عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يخفف ولا يصلي صلاة هؤلاء قال ونبأني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد ونحوها حثنا أبو كامل وأبو النظر قال ثنا زهير حدثنا سماك بن حرب قال سألت جابر بن سمرة أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم كثيرا كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح حتى تطلع الشمس فإذا طلعت الشمس قام وكان يطيل قال أبو النظر كثير الصمات فيتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبصموا حثنا حسين بن علي عن زائدة عن سماك عن جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر قعد في مصلاه حتى تطلع الشمس قال وكان يقرأ في صلاة الفجر بقاف والقرآن المجيد وكانت صلاته بعد تخفيفا حثنا حسين عن زائدة عن سماك عن جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما فمن حدثك أنه جلس فكذبه قال وقال جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين يخطب ثم يجلس ثم يقوم فيخطب وكانت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلاته قصدا حثنا يحيى بن آدم حدثنا أبو الأحواصي عن سماكي بن حرب عن جابر بن سمرة قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذاء ولا إقامة حثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤسي حدثنا زهير عن سماكي عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن رجلا قتل نفسه قال إذن لا أصلي عليه حثنا حميد بن عبد الرحمن حدثنا زهير عن سماكي عن جابر بن سمرة قالا كان بلال يؤذن إذا زالت الشمس لا يخرم ثم لا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم قالا فإذا خرج أقام حين يراه حثنا يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل عن سماكي بن حرب قالا نبأني جابر بن سمرة قالا كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن ثم يمهل فلا يقيم حتى إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج أقام حين يره حثنا هاشم بن القاسم حدثنا زهير حدثنا سماك بن حرب قال نبأني جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب على المنبار قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب فقد والله صليت معه أكثر من ألف صلاة حدثنا هاشم حدثنا زهير حدثنا سماك عن جابر بن سمرة قالا كان بلال يؤذن إذا دحضت ثم لا يقيم حتى يرى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رأاه أقام حين يراه حدثنا أسود بن عامر حدثنا شريك عن سماك عن جابر بن سمرة قالا شهدت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مئة مرة في المسجد وأصحابه يتذاكرون الشعر وأجياء من أمر الجاهلية فربما تبصم معهم حدثنا أسود بن عامر حدثنا شريك عن سماك عن جابر بن سمرة أن ماعزا جاء فأقرى عند النبي صلى الله عليه وسلم أربع مرات فأمر برجمه حدثنا أسود بن عامر حدثنا شريك عن سماك عن جابر بن سمرة قالا كنا إذا جئنا إليه يعني النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي حدثنا أسود بن عامر حدثنا شريك عن سماك عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية ولا ولم يكن يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم في العيدين وإن رجلا قتل نفسه فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أسود بن عامر حدثنا شريك عن سماك عن جابر بن سمرة رفعه قال ليزال هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة حتى تقوم الساعة قال شريك سمعته من أخيه أبراهما بن حرب قلت لشريك عمن ذكره هو لكم أنتم قالا عن جابر بن سمرة حان هاشم حدثنا زهير حدثنا زياد بن خيثمة عن الأسود بن سعيد الهمدني عن جابر بن سمرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون بعد اثنى عشر خليفة كلهم من قريش قال ثم رجع إلى منزله فأتته قريش فقالوا ثم يكون ماذا قالا ثم يكون الهرج حانا حسن بن موسى حدثنا زهير حدثنا سماك عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له رجل نحر نفسه بمشاقس فقال النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو كامل حدثنا زهير حدثنا سماك بن حرب حدثني جابر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون بعدي اثنى عشر أميرا ثم لا أدري ما قال بعد ذلك فسألت القوم كلهم فقالوا قال كلهم من قريش حدثنا أبو كامل حدثنا زهير حدثنا سماك حدثني جابر بن سمرة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بين يدي الساعة كذابين فقلت أنت سمعته قال أنا سمعته حدثنا أبو كامل حدثنا شريك عن سماك عن جابر بن سمرة أن رجلا قتل نفسه فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو سعيد حدثنا زائدة حدثنا سماك عن جابر بن سمرة قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط يخطب في الجمعة إلا قائما فمن حدثك أنه جلس فكذبه فإنه لم يفعل كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ثم يقعد ثم يقوم فيخطب كان يخطب خطبتين يقعد بينهما في الجمعة حنا بهز حدثنا حماد بن سلمة عن سماك عن جابر بن سمرة قال ما كان في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أشيبي إلا شعرات في مفرق رأسه إذا هو إدهان وراهن الدهن حثنا بهز وعفان قال ثنا حماد بن سلمة عن سماك عن جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ما عيز بن مالك ولم يذكر جدا حثنا بهز وأبو كامل قال ثنا حماد بن سلمة عن سماك قال أبو كامل أنبأنا سماك عن جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما حثنا بهز حدثنا حماد بن سلمة عن سماك عن جعفار بن أبي ثور بن جابر بن سمرة عن جده أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت فعلت وإن شئت لم تفعل قال أتوضأ من لحوم الأبل قال نعم قال فقف ثم رجع فقال يا رسول الله أصلي فيما بات الغنم قال نعم قال أصلي فيما بارك الأبل قال لا حدثنا علي بن بحر أخبرنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي خالد الوالبي عن جابر بن سمرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير بأصبعه ويقول بعثت أنا والساعة كهذه من هذه حدثنا ابراهيم بن مهدي حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا هلك كسر فلا كسر بعده وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله تبارك وتعالى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن عبد الملك بن عمير قال سمعت جابر بن سمرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون اثنى عشر أميرا قال فقال كلمة لم أسمعها قال أبي إنه قال كله من قريش حسنا حسين بن علي عن زائدة عن سماك عن جابر بن سمرة قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قطو إلا وهو قائم فمن حدث كأنه رأاه يخطب وهو قاعد فقد كذب قال وقال سماك قال جابر بن سمرة كان جابر بن سمرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب حسنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن سليمان قال سمعت المسيب بن رافع يحدث عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج على أصحابه فقال ما لي أراكم عزين وهم قعود حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن سليمان قال سمعت المسيب بن رافع يحدث عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل المسجد فأبصر قوما قد رفعوا أيديهم فقال قد رفعوها كأنها أغناب الخيل الشمسي اسكنوا في الصلاة حسنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن سليمان قال سمعت المسيب بن رافع يحدث عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أما يخشى أحدكم إذا رفع بصره وهو في الصلاة أن لا يرجع إليه بصره حسنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن سمكي بن حرب عن أبي ثوري بن عكري متى عن جده وهو جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئلة عن الصلاة فيما بارك الأبي لفقال لتصلي وسئلة عن الصلاة في مرابض الغنم فقال صلي وسئلة عن الوضوء من لحوم الأبي لفقال توضى منه وسئلة عن لحوم الغنم فقال إن شئت توضى وإن شئت لا تتوضى حسنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن سمكي بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بين الخطبتين يوم الجمعة ويخطب قائما وكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا ويقرأ آيات من القرآن على المنظر حان عبد الصمد حدثنا أبي حدثنا داود عن عامر قال حدثني جابر بن سمرة السوائي قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا إن هذا الدين لا يزال عزيزا إلى 12 خليفة قال ثم تكلما بكلمة لم أفهمها وضج الناس فقلت لأبي ما قال قال كله من قريش حدثنا يونس بن محمد حدثنا حماد يعني ابن زيد حدثنا مجالد عن الشعبي عن جابر بن سمرة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات فقال ليزال هذا الأمر عزيزا مني عن ظاهرا على من ناوىه حتى يملك 12 كلهم قالا فلم أفهم بعد قال فقلت لأبي ما قال بعد ما قال كلهم قال كلهم من قريش ومن حديث أبي عبد الرحمن عن مشايخه من حديث جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله حدثنا محمد بن جعفر الوركاني حدثنا شريك عن صماك عن جابر يعني ابن سمرة قال جالسته أكثر من مئة مرة يعني النبي صلى الله عليه وسلم كذا قال الوركاني ما كان يخطب إلا قائما يخطب خطبته الأولى ثم يقعد قعدة ثم يقوم فيخطب خطبته الأخرى حدثنا عبد الله حدثنا داود بن عمر الضبي حدثنا سلام أبو الأحواص عن سماك عن جابر بن سمرة حدثنا عبد الله حدثنا عبد الله حدثنا عبد الله بن عمر بن زرارة حدثنا شريك عن سماك عن جابر بن سمرة أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جرح فآذته الجراحة فدب إلى مشاقس فذبح به نفسه فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال كل ذلك أدب منه هكذا أملاه علينا عبد الله بن عامر من كتابه ولا أحسب هذه الزيادة إلا من قول شريك قوله ذلك أدب منه حدثنا عبد الله حدثنا عبد الرحمن المعلم أبو مسلمين حدثنا أيوب بن جابر اليمامي حدثنا سماك بن حرب عن جابر بن سمرة فقال جاء جرمقاني إلى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقال أين صاحبكم هذا الذي يزعمه أنه نبي لا إن سألته لا أعلم أنه نبي أو غير نبي قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال الجرمقاني اقرأ علي أو قص علي فتلا عليه آيات من كتاب الله تبارك وتعالى فقال الجرمقاني هذا والله الذي جاء به موسى عليه السلام قال عبد الله بن أحمد هذا الحديث منكر حدثنا عبد الله حدثني أحمد بن إبراهيم أبو علي الموسلي حدثنا أبو الأحواصي عن سماك عن جابر بن سمرة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا وهذا الإسناد قال كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خطبتني يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تبارك وتعالى سمى المدينة طابة حدثنا عبد الله حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا أبو الأحواصي عن سماك عن جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أهدي له طعام أصاب منه ثم بعث بفضله إلى أبي أيوب رضي الله عنه فأهدي له طعام فيه ثوم فبعث به إلى أبي أيوب رضي الله عنه ولم ينل منه شيئا فلم يرى أبو أيوب أثر النبي صلى الله عليه وسلم في الطعام فأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك فقال إني إنما تركته من أجل ريحه قال فقال أبو أيوب وأنا أكره ما تكره حدثنا أسود بن عامر حدثنا شريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهوديا حدثنا عبد الله حدثنا أبو سليمان الضبي داود بن عمر المسيبي حدثنا شريك عن سماك عن جابر بن سمرة حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صليت معه العيدين فلم يؤذن له ولم يقم حدثنا عبد الله حدثنا داود بن عمر المسيبي حدثنا أبو الأحواص السلام بن سليمان عن سماك عن جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء حدثنا عبد الله حدثنا خلاد بن أسلم أبو بكر أخبرنا النظر بن شميل حدثنا شعبة عن سماك قال سمعت جابر بن سمرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين يدي الساعة كذبون وقال سماك وقال لأخي إنه قال فاحذروهم حثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا إبراهيم بن طهمان حدثني سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث أني لا أعرفه الآن حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج قال أخبرنا شعبة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبن الدحداح قال حجاج أبي الدحداح ثم أتي بفرس عري فعقله رجل فركبه فجعل يتوقص به ونحن نتبيعه نسعى خلفه قال فقال رجل من القوم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كم من عذق معلق أو مدلا في الجنة لأبي الدحداح قال حجاج في حديثه قال رجل معنا عند جابر بن سمرة في المجلس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كم من عذق مدلا لأبي الدحداح في الجنة حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة قال رأيت خاتما في ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه بيضة حمامين حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة قال سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون اثنى عشر اميرا فقال كلمة لم اسمعها فقال القوم كله من قريش حثنا عبد الله حدثنا ابو خيثمة زهير بن حرب حدثنا سعيد بن عامر حدثنا شعبة عن سماك يعني ابن حرب عن جابر بن سمرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اكل طعاما بعث بفضله الى ابي ايوب فبعث اليه بفضلة لم يأكل منها فيها ثوم فاتاه ابو ايوب فقال يا رسول الله احرام وقال لا ولكني كرهته من اجل ريحه فقال ابو ايوب فاني اكرهما كرهته حثنا ابراهيم بن الحجاج النجي حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اتي بطعامين فاكل منه بعث بفضله الى ابي ايوب فكان ابو ايوب يتتبع اثر اصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع اصابعه حيث يرى اثر اصابعه فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يومين بصحفة فوجد منها ريح ثومين فلم يذقها وبعث بها الى ابي ايوب فلم يرى اثر اصابع النبي صلى الله عليه وسلم فجاء فقال يا رسول الله لم ارى فيها اثر اصابعك قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني وجدت منها ريح ثومين قال لما تبعث الي ما لا تأكل فقال انه يأتيني الملك حسنا عبد الله حدثنا شيبان بن ابي شيبة حدثنا حماد يعني ابن سلمة حدثنا سماك بن حرب عن جبير ابن سمرة قال كانوا يقولون يثربا والمدينة فقال النبي صلى الله عليه وسلم حسنا علي بن ثابت الجزري عن ناصح ابي عبد الله عن سماك بن حرب عن جبير ابن سمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لان يؤدب الرجل والده او احدكم ولده خير له من ان يتصدق كل يومين بنصف صاع قال عبد الله وهذا الحديث لم يخرجه ابي في مسناده من اجل ناصح لانه ضعيف في الحديث واملاه علي في النوادر حسنا عبد الله حدثنا الحسن بن يحيى بن الربيع وهو ابن ابي الربيع الجرجاني حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال ثنا حماد عن سماك عن جبير ابن سمرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا ولم يذكر جدا حسنا عبد الله قال حدثني السويد بن سعيد قال ثنا ابو الاحواص عن سماك عن جبير ابن سمرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين يدي الساعة كذابون حدثنا عبد الله حدثني الحسن بن يحيى حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد بن سلمة حدثنا سماك عن جبير ابن سمرة ان رجلا كان مع والده بالحرة فقال له رجل ان ناقة لذهبت فان اصبتها فامسكها فوجدها الرجل فلم يجئ صاحبها حتى مرضت فقالت له امرأته انحرها حتى نأكلها فلم يفعل حتى نفقد فقالت امرأته اسلخها حتى نقدد لحمها وشحمها قال حتى اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال هل عندك شيء يغنيك عنها قال لا قال كلها فجاء صاحبها بعد ذلك فقال له هل لنحرتها قال استحييت منك حدثنا عبد الله حدثني السويد بن سعيد حدثنا شريك عن سماك عن جبير ابن سمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على رجل قتل نفسه حدثنا عبد الله حدثني خلف بن هشمين البزار المقري حدثنا حماد بن زيد عن مجالد عن الشعبي عن جبير ابن سمرة قال خطبان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة فقالا لن يزال هذا الدين عزيزا منعا ظاهرا على من ناوىه ليضره من فارقه او خالفه حتى يملك اثنى عشر كله من قريش اوي كما قال حدثنا يونس بن محمد حدثنا حماد يعني ابن زيد حدثنا مجالد عن الشعبي عن جبير ابن سمرة قال خطبان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات فقالا لن يزال هذا الامر عزيزا منعا ظاهرا على من ناوىه حتى يملك اثنى عشر كلهم قالا فلم افهم ما بعد قال فقلت لابي ما بعد كلهم قال كلهم من قريش حثنا عبد الله حدثني عثمان بن محمد بن ابي شيبة حدثنا شاريك بن عبد الله عن سماكي بن حرب عن جبير ابن سمرة وابن ابي ليلى عن نافع عن ابن عمر قال رجم النبي صلى الله عليه وسلم يهوديا ويهودية حتى نهاشم بن القاسم حدثنا شيبان اراه عن اشعث عن جعفر ابن ابي ثور عن جبير ابن سمرة قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام عشوراء ويحثنا عليه ويتعاهدنا عنده فلما فرض رمضان لم يأمرنا ولم ينهنا عنه ولم يتعاهدنا عنده حثنا هاشم بن القاسم حدثنا شيبان عن الاشعث عن جعفر ابن ابي ثور عن جبير ابن سمرة قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نتوضأ من لحوم الابل ولا نتوضأ من لحوم الغنم وان نصلي في ضمان الغنم ولا نصلي في عطن الابل حدثنا عبد الله حدثني محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا اسحاق يعني ابن منصور الصلولي حدثنا اسرائيل عن سماك عن جبير ابن سمرة فان رجلا نحرى نفسه بمشقص فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله حدثني عثمان بن محمد حدثنا وكيع عن اسرائيل عن سماك عن جبير ابن سمرة قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته متكيئا على مرفقه حدثنا عبد الله حدثني ابو عمر العنبري عبيد الله بن معاذ بن معاذ ثناء بحدثنا شعبة عن سماك قال سألت جابر ابن سمرة عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان اشكال العين ضليع الفم منهوس العقب حدثنا عبد الله حدثني خلف بن هشمين البزار المقري حدثنا ابو الاحواص عن سماك عن جبير ابن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اذا صلى الفجر قعدا في مصلاه حتى تطلع الشمس حدثنا عبد الله حدثنا خلف بن هشمين حدثنا شريك عن جبير ابن سمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية يعني هذا الحديث وحديث خلف عن شريك ليس فيه سماك وانما سمعه الله اعلم خلف من المباركي عن شريك انه لم يكن في كتابه عن سماك حدثنا عبد الله حدثنا خلف ايضا حدثنا سليمان بن محمد المباركي حدثنا شريك عن سماك عن جبير ابن سمرة حدثنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية حدثنا عبد الله حدثنا خلف بن هشمين حدثنا ابو الاحواصي عن سماك عن جبير ابن سمرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله عز وجل سم المدينة طابة حدثنا عبد الله حدثني شجاع بن مخلد ابو الفضل حدثنا عباد بن العوامي عن الحجاج عن سماك هو ابن حرب عن جبير ابن سمرة قال كان في ساق رسول الله صلى الله عليه وسلم حموشة وكان لا يضحك إلا تبصما وكنت إذا رأيته قلت أكحل العينين وليس بأكحله حدثنا عبد الله حدثني خلف بن هشمين حدثنا ابو عوانة عن سماك عن جبير ابن سمرة قال قال مات بغل عند رجل فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه قال فزعم جابير ابن سمرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لصاحبها ما لاك ما يغنيك عنها قال لا قال فاذهب فكلها حدثنا عبد الله حدثنا خلف بن هشمين حدثنا ابو عوانة عن سماك عن جبير ابن سمرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما يقعد قعدة لا يتكلم فيها فقام فخطب خطبة اخرى قائما فمن حدثك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب قاعدا فلا تصدقه حثنا عبد الله حدثني ابو احمد مخلد بن الحسن يعني ابن ابي زميل حدثنا عبيد الله يعني ابن عمر عن عبد الملك يعني ابن عمير عن جبير ابن سمرة قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم اصلي في الثوب الذي اتي فيه اهلي قال نعم الا ان ترى فيه شيئا فتغسله حثنا عبد الله ابن ميمو ان ابو عبد الرحمن الرقي حدثنا عبيد الله يعني ابن عمر عن عبد الملك ابن عمير عن جبير ابن سمرة قال سمعت رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم اصلي في ثوبي الذي اتي فيه اهلي قال نعم الا ان ترى فيه شيئا فتغسله حثنا عبد الرحمن ابن مهدي عن سفيانا عن عبد الملك ابن عمير عن جبير ابن سمرة قال جئت انا وابي الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول ليزال هذا الامر صالحا حتى يكون اثنى عشر اميرا ثم قال كلمة لم افهمها فقلت لابي ما قال قال كله من قريش حثنا سفيانا عن عبد الملك ابن عمير قال سمعت جابر ابن سمرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليزال هذا الامر ماضيا حتى يقوم اثنى عشر اميرا ثم تكلم بكلمة خفية علي فسألت عنها ابي ما قال قال كلهم من قريش حدثنا عبد الله حدثنا ابو جعفر محمد بن عبد الله الرزي حدثنا ابو عبد الصمد العمي حدثنا عبد الملك ابن عمير عن جابر ابن سمرة قال كنت مع ابي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليزال هذا الدين عزيزا او قال ليزال الناس بخير شك ابو عبد الصمد الى اثنى عشر خليفة ثم قال كلمة خافية فقلت لابي ما قال قال كله من قريش حدثنا عبد الله حدثني محمد بن سليمان لوين حدثنا ابو عوانة عن عثمان بن موهب عن جعفر ابن ابي ثور عن جابر ابن سمرة قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه انا توضأ من لحوم الغنم فقالا ان شئتم فتوضأوا وان شئتم لا تتوضأوا فقالوا يا رسول الله انا توضأ من لحوم الابل قال نعم قال قالوا يا رسول الله نصلي في مرابض الغنم قال نعم قالوا نصلي فيما بارك الابل قال لا حدثنا عبد الله حدثنا محمد بن ابي بكري بن علي المقدمي حدثنا يزيد بن زري عن حدثنا ابو عوانة عن الشعبي عن جابر ابن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليزال هذا الامر عزيزا منيعا ينصرون على من نوأهم عليه الى اثني عشر خليفة ثم قال كلمة اصمنيها الناس فقلت لابي ما قال قال كله من قريش حدثنا عبد الله حدثني محمد بن ابي بكري بن علي المقدمي حدثنا زهير بن اسحاق حدثنا داود بن ابي هند عن عامر يعني الشعبي عن جابر ابن سمرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليزال هذا الامر عزيزا الى اثني عشر خليفة فكبر الناس وضجوا وقال كلمة خافية قلت لابي يا ابت ما قال قال كله من قريش حدثنا عبد الرزاق اخبرنا سفيان عن سمكي بن حرب قال سمعت جابر ابن سمرة يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بين الخطبتين يوم الجمعة ويخطب قائما وكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا ويقرأ آيات من القرآن على المنظر حان عبد الله حدثني محمد بن سليمان ابن حبيب لوين حدثنا شريك عن سماك عن جابر ابن سمرة قال كنا اذا اتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس احدنا حيث ينتهي حدثنا عبد الله حدثني محمد بن ابي غالب حدثنا عبد الرحمن بن شريك حدثني ابي عن سماك عن جابر ابن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمس ليلة القدر في العشر الاواخر من رمضان في وتر فاني قد رأيتها فانوسيتها هي ليلة مطر وريح او قال قطر وريح حدثنا عبد الله حدثنا محمد بن ابي غالب حدثنا عمر وهو ابن طلحة حدثنا اسباط عن سماك عن جابر ابن سمرة قال ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فقال ان الله تبارك وتعالى هو سم المدينة طابت قال جابر وانا اسمعه وهي عن جابر ابن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى خلفه في يوم عيد بغير اذاء ولا اقامة وزعم سماك انه صلى خلف النعماني بن بشير والمغيرتي بن شعبة بغير اذاء ولا اقامة حثنا عبد الله حدثني محمد حدثنا عمر وحدثنا اسباط عن سماك عن جابر ابن سمرة عن من حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ليزال هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة حدثنا عبد الله حدثني يحيى بن عبد الله مولى بن هاشمين سنة 29 ومائتين حدثنا شعبة عن سماك عن جابر ابن سمرة قال رأيت الخاتم بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم كأنه بيضة حان عبد الله حدثني يحيى بن عبد الله حدثنا شعبة عن سماك بن حرب انه سمع جابر ابن سمرة يقول كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة ابي ضحداحي وهو على فرس يتوقص ونحن نسعى حوله حدثنا عبد الله حدثني يحيى بن عبد الله حدثنا شعبة عن سماك قال سمعت جابر ابن سمرة يقول اثماعز بن مالك الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالا اني زنيت فرده مرتين ثم رجمه حدثنا عبد الله حدثني ابو الربيع الزهراني سليمان بن داود وعبيد الله بن عمر القواريري ومحمد بن ابي بكر المقدمي يقال حدثنا حماد بن زيد حدثنا مجالد بن سعيد عن الشعبي عن جابر ابن سمرة قال خطبان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بمنا وهذا لفظ حديث ابي الربيع فسمعته يقول لن يزال هذا الامر عزيزا ظاهرا حتى يملك اثنى عشر كلهم ثم لغط القوم وتكلموا فلم افهم قوله بعد كلهم فقلت لابي يا اباتاه ما بعد كلهم قال كلهم من قريش وقال القواريري في حديثه لا يضره من خالفه او فارقه حتى يملك اثنى عشر حتى عبد الله حدثني سعيد بن يحيى بن سعيد الاموي حدثني ابي حدثنا مجالد عن عامر عن جابر ابن سمرة السوئي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول ليزال هذا الدين ظاهرا على كل من ناوأه وليضره من خالفه او فارقه حدثنا عبد الله حدثني عبيد الله القواريري حدثنا سليم بن اخضر عن ابن عوين عن الشعبي قال سمعت جابر ابن سمرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليزال هذا الدين عزيزا منيعا ينصرون على من ناوأهم عليه الى اثنى عشر خليفة قال فجعل الناس يقومون ويقعدون حدثنا عبد الله حدثني محمد بن ابي بكر حدثنا ابو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن جابر ابن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا هلك قيصر فلا قيصر بعده واذا هلك كسر فلا كسر بعده والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله عز وجل حدثنا عبد الله حدثني سريج بن يونس عن عمر بن عبيد عن سمكي بن حرب عن جابر ابن سمرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول يكون من بعد اثنى عشر اميرا فتو كل ما فخفيا علي فسألت الذي يليني او الى جنبي فقال كلهم من قريش حدثنا عبد الله حدثني ابو ابراهيم الترجماني هو اسماعيل بن ابراهيم حدثنا ابو عمر المقري عن سماكي عن جابر ابن سمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة حدثنا عبد الله حدثني ابو بكر بن ابي شيبة عبد الله بن محمد وحدثني محمد بن عبد الله بن نمير ويوسف الصفار مولى بن اومية قالوا حدثنا ابو اسامة عن زكريا بن سياه الثقافي حدثنا عمران ابن مسلمي ابن رياح عن علي ابن عمارة عن جابير ابن سمرة قال كنت جالسا في مجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي سمرة جالس امامي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الفحش والتفاحش ليسا من الاسلام في شيء وان خير الناس اسلاما احسنهم خلقا قال ابن ابي شيبة في حديثه زكريا بن ابي يحيى عن عمران ابن رياح حدثنا عبد الله حدثني ابو القاسم الزهري عبد الله بن سعد حدثنا ابي وعمي قال ثنى ابي عن ابن اسحاق حدثنا عمر بن موسى بن الوجيه عن سماكي بن حرب عن جابير ابن سمرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجا مع جنازة ثابت ابن الدحداحة على فرس اغر محجل تحته ليس عليه سرج معه الناس وهم حوله قال فنازل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل عليه ثم جلس حتى فرغ منه ثم قام فقعد على فراسه ثم انطلق يسير حوله الرجال حدثنا عبد الله حدثني ابو القاسم الزهري حدثنا عمي حدثنا شريك عن سماكي بن حرب عن جابير ابن سمرة قال من حدث كأنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قاعدا قطو فلا تصدقه قد رأيته اكثر من مئة مرة فرأيته يخطب قائما ثم يجلس فلا يتكلم بشيء ثم يقوم فيخطب خطبته الاخرى قلت كيف كانت خطبته قال كانت قصدا كلاما يعيذ به الناس ويقرأ آيات من كتاب الله تعالى حدثنا عبد الله حدثني عمران بن بكار الحمصي حدثنا احمد يعني ابن خالد الوهبي حدثنا قيس عن سماكي عن جابير ابن سمرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تفتحن عصابة من المسلمين أبيض آل كسرة حدثنا عبد الله حدثني عثمان بن محمد بن أبي شيبة حدثنا عمر بن عبيد التنافسي عن سماكي عن جابير ابن سمرة قال ما رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إلا قائما حدثنا عبد الله حدثني عثمان بن محمد حدثنا أبو داود حدثنا سفيان عن سماكي بن حرب عن جابير ابن سمرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر جلس في مصلاه لم يرجع حتى تطلع الشمس حدثنا عبد الله حدثنا قاسم بن دينار حدثنا مصعب يعني ابن المقدام حدثنا سفيان عن سماكي عن جابير ابن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في خطبته آيات من القرآن ويذكر الناس وكانت خطبته قصدا وصلاته قصدا حدثنا عبد الله حدثني الصنعاني حدثنا سلمة بن حفص السعدي قال عبد الله وقد رأيت أنا سلمة بن حفص وكان يكن أبا بكر من ولدي سعدي بن مالك أبيض الرأس واللحيتي فحدثني عنه أبو بكر الصنعاني حدثنا يحيى بن يماء عن إسرائيل عن سماك عن جابير ابن سمرة قال كانت أصبع النبي صلى الله عليه وسلم متظاهرة حدثنا بهز بن أسد حدثنا حماد بن سلمة حدثنا سماك حدثنا جابير ابن سمرة يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليزال الإسلام عزيزا إلى إثني عشر خليفة فقال كلمة خفية لم أفهمها قال فقلت لأبي ما قال قال كله من قريش حدثنا بهز بن أسد حدثنا حماد بن سلمة عن سماك قال سمعت جابير ابن سمرة يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين يدي الساعة كذبون حثنا بهز بن أسد حدثنا حماد بن سلمة عن سماك عن جابير ابن سمرة قال ما كان في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشيبي إلا شعرات في مفرق رأسه إذا دهان وراهن الدهن حثنا أبو كامل حدثنا زهير حدثنا سماك بن حرب قال أنبأني جابير ابن سمرة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما على المنبر ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما قال فقال لي جابير من نبأ كأنه كان يخطب قاعدا فقد كذب فقد والله صليت معه أكثر من ألفي صلاة حثنا عبد الله حدثني أبو بكر خلاد بن أسلم حدثنا النضر بن شميل حدثنا شعبة عن سماك قال سمعت أبا ثور بن عكريمة بن جابير ابن سمرة عن جابير ابن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة فيما بات الغنم فرخص وسئل عن الصلاة فيما بات الأبل فنهى عنه وسئل عن الوضوء من لحوم الأبل فقال توضأ وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم فقال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا حثنا عبد الرحمن حدثنا زائدة عن سماك عن جعفر بن أبي ثور عن جابير ابن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أتاه فقال أتوضأ من لحوم الغنم قال لا قال فأصلي في مرابضها قال نعم إن شئت قال أنا توضأ من لحوم الأبل قال نعم قال فأصلي في أعطانها قال لا حثنا عبد الله بن الوليد ومؤمل المعنى وهذا لفظ عبد الله قال حدثنا سفيان عن سماك بن حرب عن جعفر بن أبي ثور عن جابير بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم قال لا قال فأصلي في مراحي الغنم قال نعم قال أتوضأ من لحوم الأبل قال نعم قال أصلي في أعطانها قال لا حثنا يحيى بن سعيد عن الأعماش حدثني مسيب بن رافع عن تميم بن طرفة عن جابير بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد وهم حلق فقال ما لي أراكم معيزين ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وقد رفعوا أيديهم فقالا قد رفعوها كأنها أغناب خيل شمس اسكنوا في الصلاة حثنا يحيى بن سعيد عن شعبة حدثني سماك وابن جعفر حدثنا شعبة عن سماك قال سمعت جابير بن سمرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن جعفر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين يدي الساعة كذابون قال يحيى في حديثه قال أبي وكان أقرب مني فاحذروهم حثنا يحيى عن شعبة حدثني سماك عن جابير بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما ثم يقعد ثم يقوم حثنا يحيى عن شعبة حدثني سماك قال قلت لجابير بن سمرة كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع إذا صلى الفجر قال كان يجلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير قال سمعت جابير بن سمرة السوائية يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليزال هذا الأمر ماضيا حتى يقوم اثنى عشر أميرا ثم تكلم بكلمة خفية علي فسألت أبي ما قال قال كله من قريش حان عبد الرحمن بن مهدي حدثنا شعبة وعن سماك عن جابير بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والليل إذا يغش وفي العصر نحو ذلك وفي الصبح أطول من ذلك حثنا أبو معاوية تحدثنا الأعمش عن مسيبي بن رافع عن تميم بن طرفة عن جابير بن سمرة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يومين فقال ما لي أراكم رافع أيديكم كأنها أغناب خيل شمس اسكنوا في الصلاة ثم خرج علينا فرآنا حلقا فقال ما لي أراكم عزينا ثم خرج علينا فقال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند الربها قال قال يا رسول الله كيف تصف الملائكة عند الربها قال يتمون الصفوف الأولى ويتراصون في الصف حثنا أبو معاوية تحدثنا الأعمش عن مسيبي بن رافع عن تميم بن طرفة عن جابير بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينتهي أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجعوا إليهم حثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن عوين عن الشعبي عن جابير بن سمرة قال كنت مع أبي أو ابني قال وذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ليزال هذا الأمر عزيزا منيعا ينصرون على من ناوأهم عليه إلى 12 خليفة ثم تكلم بكلمة أصمنيها الناس فقلت لأبي أو لابن ما الكلمة التي أصمنيها الناس قال كلهم من قريش حثنا يحيى بن سعيد عن شعبة تحدثني سماك قال سمعت جابير بن سمرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة كذبين قال أخي وكان أقرب إليه مني قال سمعته قال فاحذروهم حثنا أبو سعيد عن سفيان حدثني سماك يعني ابن حرب عن جابير بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداء تجلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسناء حثنا يحيى بن سعيد عن شعبة تحدثني سماك عن جابير بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تبارك وتعالى سمى المدينة طابة حثنا علي بن ثابت عن ناصح أبي عبيد الله عن سماك بن حرب عن جابير بن سمرة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأن يؤدب الرجل والده خير له من أن يتصدق كل يومين بنصف صاع وقال أبو عبد الرحمن ما حدثني أبي عن ناصح أبي عبيد الله غير هذا الحديث حدثني يحيى بن آدم عن زهير عن سماك قال سألت جابير بن سمرة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم مقال قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد ونحوها حثنا محمد بن عبيد حدثنا مسعر عن عبيد الله أبن القبطية قال سمعت جابير بن سمرة كنا نقول خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلمنا السلام عليكم السلام عليكم يشير أحدنا بيده عن يمينه وعن شماله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال الذين يرمون بأيديهم في الصلاة كأنها أغناب الخيل الشمسي ألا يكفي أحدكم أن يضع يده على فخيذه ثم يسلم عن يمينه وعن شماله حنا وكيع حدثنا سفيان عن سماك بن حرب عن جابير بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ويجلس بين الخطبتين ويتلو آيات من القرآن وكانت خطبته قصدا وصلاته قصدا حثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا عبد الملك بن الرابعي بن سبرة عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتوضع من لحوم الأبل ورخص أن يصل في مراحل غنم وأن لا نتوضع من لحوم الغنم وأن نصلي فيما باءت الغنم ولا نصلي في أعطان الأبل حثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن سماك عن جابير بن سمرة قال قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته فرأيته متكيئا على وسادة حثنا وكيع حدثنا مالك بن مغول عن سماك بن حرب عن جابير بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بفرس حين صرف من جنازة أبي الضحضاح فركب ونحن حوله نمشي حثنا وكيع حدثنا إسرائيل وشريك عن سماك بن حرب عن جابير بن سمرة أن رجلا قتل نفسه فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم حثنا وكيع حدثني إسرائيل عن سماك عن جابير بن سمرة قال رأيتها مثل بيضة الحمام ولونها لون جسده حثنا وكيع عن المسعودي عن سماك عن جابير بن سمرة قال جاء معز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف عنده بالزينة قال فحول وجهه قال فجاء فاعترف مرارا فأمر برجمه فرجما ثم أتي فأخبر فقام فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال ما بال رجال كل ما نفرنا في سبيل الله تبارك وتعالى تخلف عندهن أحدهم له نبيب كان نبيب الطيسي يمنح أحدهن الكثبة لأن أمكنني الله عز وجل منهم لا أجعلنهم نكلا حدثنا عبد الله حدثنا إبراهيم بن الحجاج حدثنا حماد بن سلمة عن سماك عن جعفار بن أبي ثور عن جابير بن سمرة جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رجلا قال يا رسول الله أتوضأ أتوضأ من لحوم الغنم قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت فذكر الحديث حدثنا عبد الله قال سمعت حجاج بن الشاعر يسأل أبي فقال أيما أحب إليك عمر الناقد أو المحيطي فقال كان عمر الناقد يتحرى الصدق حثنا وكيع حدثنا فتر عن أبي خالد الوالبي عن جابير بن سمرة فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهتين حنا يزيد بن هارون أخبرنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن جابير بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر والسماء ذات البروج والسماء والطارق وشبهها حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابير بن سمرة قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قصير أشعث ذي عضلات عليه إزار وقد زنف رده مرتين قال ثم أمر به فرجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل من نفرنا غازينا في سبيل الله عز وجل تخلف أحدكم له نبيب كنبيب الطيسي يمنح أحدهن الكثبة إن الله تبارك وتعالى لا يمكنني من أحد منهم إلا جعته نكلا أو نكلته قال فحدثنيه سعيد بن جبير فقال إنه رده أربع مرات حدثنا حجاج حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابير بن سمرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمعزي بن مالك فذكر معناه إلا إلا أنه قال تخلف أحدهم ينبب كنبيب الطيسي قال فحدثته الحكم فأعجبه وقال لي ما الكثبة فسألت سماكا عن الكثبة فقال اللبن القليل حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن جابير بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة حنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماك قال سمعت جابير بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم أشكل العين من هوس العقبين قلت لسماك ما ضليع الفم قال عظيم الفم قلت ما أشكل العين قال طويل شف العين قلت ما مونهوس العقب قال قليل لحم العقب حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماك قال سمعت جابير بن سمرة قال سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تفتحن كنوز كسر الأبيض قال شعبة أو قال اللاذف الأبيض عصابة من المسلمين حثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حمدي بن سلمة عن سماك بن حرب عن جابير بن سمرة قال ما كان في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشيبي إلا شعرات في مفرق رأسه كان إذا دهن غطاهن حثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا زائدة عن سماك بن حرب عن جابير بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح بقاف والقرآن وكان صلاته بعد تخفيفا حثنا أبو كامل حدثنا حماد حدثنا سماك بن حرب عن جابير بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي بطعمين أكل منه وبعث بفضله إلى أبي أيوب فكان أبو أيوب يضع أصابعه حيث يرى أثر أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بقصعة فوجد منها ريح ثومين فلم يضقها وبعث بها إلى أبي أيوب فنظر فلم ير فيها أثر أصابع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يضقها فأتاه فقال يا رسول الله لم أر فيها أثر أصابعك قالا إني وجدت منها ريح ثومين قال فتبعث إلي بما لا تأكل قالا إني يأتني الملك حدثنا عبد الله قال سمعت بعض أصحابنا يقول عن علي بن المديني قال قال لي صفيان بن عوينة عندك حديث أحسن أحسنوا من هذا وأجودوا إسنادا من هذا قال قلت ما هو قال حدثني عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه عن أم أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل على أبي أيوب فذكر هذا حديث الثومي قال قلت له نعم شعبة عن سماكي بن حرب عن جابير بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل على أبي أيوب فسكت حان أبو كامل حدثنا حماد أخبرنا سماك قال سمعت جابير بن سمرة وقيل له أكان في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء قال لم يكن في رأسه ولا في لحيته إلا شعرات في مفرق رأسه إذا دهانهن وراهن الدهن حدثنا أبو كامل وبهز قال حدثنا حماد بن سلمة عن سماك قال أبو كامل أخبرنا سماك عن جابير بن سمرة قالت أن رجلا كان بالحرة معه أهله وولده فقال له رجل إني أضلت ناقة لي فإن وجدتها فأمسكها فوجدها فمريضت فقالت له امرأته انحرها فأبفنا فقط فقالت له امرأته قددها حتى نأكل من لحمها وشحمها قال حتى أستأمر النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه فأخبره فقال له هلاك غنى يغنيك قال لا قال فكلوها قال فجاء صاحبها بعد ذلك فقال ألا كنت نحرتها قال استحيت منك حدثنا أبو كامل حدثنا شريك عن سماك عن جابير بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية حدثنا عبد الرزاق أخبرنا إسرائيل ويحيى بن آدم حدثنا إسرائيل عن سماك بن حرب أنه سمع جابير بن سمرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات كنحو من صلاتكم التي تصلون اليوم ولكنه كان يخفف كانت صلاته أخفى من صلاتكم وكان يقرأ في الفجر الواقعة ونحوها من السور حدثنا عبد الرزاق أخبرنا إسرائيل وأبو نعيمين حدثنا إسرائيل عن سماك أنه سمع جابير بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يفتح النرات من المسلمين كنوز كسر التي قال أبو نعيمين الذي بالأبيض قال جابير فكنت فيهم فأصابني ألف درهامين حدثنا عبد الرزاق أخبرنا إسرائيل عن سماك أنه سمع جابير بن سمرة يقول كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن ثم يمهل حتى إذا رأى نبي الله صلى الله عليه وسلم قد خرج أقام الصلاة حين يراه حدثنا عبد الرزاق أخبرنا إسرائيل عن سماك أنه سمع جابير بن سمرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شمت مقدم رأسه ولحيته فإذا دهن ومشط لم يتبين وإذا شعث رأسه تبين وكان كثير الشعر واللحيت فقال رجل وجهه مثل السيف قال لا بل كان مثل الشمس والقمر مستديرا قال ورأيت خاتمه عند كتفه مثل بيضة الحمامة يشبه جسده حدثنا أبو النظر حدثنا إسرائيل حدثنا سماك عن جابير بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شمت فذكر معناه حدثنا عبد الرزاق وخلف بن الوليد قال حدثنا إسرائيل عن سماك أنه سمع جابير بن سمرة يقول صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر فجعل يهوي بيده قال خلف يهوي في الصلاة قدامه فسأله القوم حين انصرف فقال إن الشيطان هو كان يلقي علي شرر النار ليفتنني عن صلاة فتناوته فلو أخذته ما انفلت مني حتى يناط إلى سارية من سواري المسجد ينظر إليه ودان أهل المدينة حثنا يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل عن سماك عن جابير بن سمرة قال كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن ثم يمهل ولا يقيم حتى إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج أقام الصلاة حين يراه حثنا يحيى بن حماد وعفان قال حدثنا أبو عوانة عن سماك عن جابير بن سمرة قالا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات نحوا من صلاتكم وكان يؤخر العتمة بعد صلاتكم شيئا وكان يخفف الصلاة حثنا حسين بن علي عن زائدة عن سماك عن جابير بن سمرة قالا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر بقاف والقرآن المجيد وكانت صلاته بعد تخفيفا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر قعد في مصلاه حتى تطلع الشمس حثنا سريج بن النعمان حدثنا عباد يعني ابن العوام عن حجاج عن سماك بن حرب عن جابير بن سمرة قالا كان في ساق رسول الله صلى الله عليه وسلم حموشة وكان لا يضحك إلا تبصما وكان إذا نظرت إليه قلت أكحل وليس بأكحلة حثنا سليمان بن داود حدثنا سليمان بن معاذ الضبي عن سماك بن حرب عن جابير بن سمرة قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بمكة لحجرا كان يسلم علي ليالي بعثتوا إني لا أعرفه إذا مررت به حثنا حسن بن موسى حدثنا زهير حدثنا سماك بن حرب قال سمعت جابير بن سمرة يقول صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فجعل ينتهز شيئا قدامه فلما انصر فسألناه فقال ذاك الشيطان ألقع لقدمي شررا من نار ليفتنني عن الصلاة قال وقد انتهزته ولو أخذته لني طيل سارية من سواري المسجد حتى يطيف به ودان أهل المدينة حثنا أسود بن عامر أخبران إسرائيل عن سماك عن جابير بن سمرة قالا كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن ثم لا يقيم يمهل حتى إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج أقام الصلاة حثنا هاشم بن القاسم حدثنا شيبان عن الأشعثي عن جعفر بن أبي ثور عن جابير بن سمرة قالا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بصيام عاشراء ويحثن عليه ويتعاهدن عنده فلما فرض رمضان لم يأمرنا به ولم ينهن عنه ولم يتعاهدن عنده حدثنا هاشم حدثنا شيبان عن الأشعثي عن جعفر بن أبي ثور عن جابير بن سمرة قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتوضأ من لحوم الأبل ولا نتوضأ من لحوم الغنم وأن نصلي في ضمن الغنم ولا نصلي في عطن الأبل حدثنا أبو سلمة الخزاعي أخبرنا شريك عن سماك عن جابير قال كنا نجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا يتنشدون الأشعار ويتذكرون أشياء من أمر الجاهلية ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساكت فربما تبصم أو قال كنا نتنشد الأشعار ونذكر أشياء من أمر الجاهلية فربما تبصم صلى الله عليه وسلم حثنا محمد بن عبد الله الزبيري وخلف بن الوليد قال حدثنا إسرائيل عن سماكي بن حرب أنه سمع جابر بن سمرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليزال هذا الأمر قائما يقاتل عليه المسلمون حتى تقوم الساعة قال أبو عبد الرحمن هذا أبو أحمد الزبيري ليس من ولد الزبيري بن العوامي إنما كان اسم جده الزبير حثنا حسن بن موسى حدثنا شيبان عن عبد الملك عن جابر بن سمرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ذهب قيصر فلا قيصر بعده وإذا ذهب كسر فلا كسر بعده والذي نفس محمد بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله تبارك وتعالى حثنا مؤمل بن إسماعيل حدثنا حماد بن سلم تحدثنا داود بن أبي هند عن الشعبي عن جابر بن سمرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكون لهذه الأمة إثنى عشر خليفة حثنا معاوية بن عمر نحدثنا زائدة حدثنا سماك عن جابر بن سمرة قال نبئت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة حدثنا عفان حدثنا أبو عوان تحدثنا عثمان بن عبد الله بن موهب عن جابر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة قال كنت قاعدا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فقال يا رسول الله أنا توضأ من لحوم الغنم قال إن شئت توضأ منه وإن شئت لا توضأ منه قال أفا أتوضأ من لحوم الأبل قال نعم فتوضأ من لحوم الأبل قال فنصلي فيما بارك الأبل قال لا قال أنصلي في مرابض الغنم قال نعم صلي في مرابض الغنم حثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا دحضت الشمس حثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا حماد عن سماك عن جابر بن سمرة قال كان بلال يؤذن إذا دحضت الشمس حثنا بهز حدثنا حماد بن سمرة عن سماك عن جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر والسماء والطارق والسماء ذات البروج ونحوهما من السوري حدثنا أبو كامل وبهز قال حدثنا حماد بن سلمة حدثنا سماك بن حرب عن جابر بن سمرة أن بلالام كان يؤذن بالظهر إذا دحضت الشمس حثنا بهز حدثنا حماد بن سلمة حدثنا سماك قال سمعت جابر بن سمرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليزال الإسلام عزيزا إلى 12 خليفة ثم قال كلمة خافية لم أفهمها قال قلت لأبي ما قال قال كلهم من قريش حثنا بهز حدثنا حماد بن سلمة عن سماك قال سمعت جابر بن سمرة يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين يدي الساعة كذابون حثنا بهز وسريج قال حدثنا حماد بن سلمة عن سماك عن جابر بن سمرة قال كان الناس يقولون يثرب والمدينة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى سمها طابة قال سريج يثرب المدينة حثنا بهز حدثنا حماد بن سلمة حدثنا سماك عن جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما بعث بفضله إلى أبي أيوب فكان أبو أيوب يضع أصابعه حيث يرى أصابع النبي صلى الله عليه وسلم فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعمين فوجد فيه ريح ثومين فلم يأكل وبعث به إلى أبي أيوب فلم يرى فيه أثر أصابع النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أني لم أر فيه أثر أصابعك قال أني وجدت منه ريح ثومين قال أتبعث إلي ما لست آكلا قال إنه يأتني الملك حثنا وكيع حدثنا الأعمش عن المسيبي بن رافعا عن تميم بن طرفة الطائي عن جابير بن سمرة السوئي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة عند الربها تبارك وتعالى قال قلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند الربها قال يتممون الصفف الأولى ويتراصون في الصف حثنا وكيع عن سوفيانا عن سماكي بن حرب عن جابير بن سمرة قال كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قصدا وخطبته قصدا حثنا وكيع حدثنا الأعمش عن المسيبي بن رافعا عن تميم بن طرفة عن جابير بن سمرة قال كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قصدا حثنا وكيع حدثنا الأعمش عن المسيبي بن رافعا عن تميم بن طرفة عن جابير بن سمرة قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن رافعي أيدينا في الصلاة فقال ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أغناب خيل شمس اسكنوا في الصلاة قال ودخل علينا المسجد ونحن حلق متفرقون فقال ما لي أراكم عزين حثنا وكيع حدثنا مسعر عن عبيد الله أبن القبطية عن جابير بن سمرة تقال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أشار أحدنا إلى أخيه من عن يمينه ومن عن شماله فلما صل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بال أحدكم يفعل هذا كأنها أغناب خيل شمس إنما يكفي أحدكم أو لا يكفي أحدكم أن يقول هكذا ووضع يمينه على فخيذه وأشار بأصبعه يصليم على أخيه من عن يمينه ومن عن شماله حثنا وكيع حدثنا شريك عن سماكي بن حرب عن جابير بن سمرة قالا لم يكن يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقام له في العيدين حثنا وكيع حدثنا إسرائيل وشريك وحجاج قال حدثنا إسرائيل عن سماكي عن جابير بن سمرة أن رجلا قتل نفسه قال حجاج على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم حثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن سماكي عن جابير بن سمرة قال رأيتها مثل بيضة الحمامة لونها لون جسده حثنا وكيع حدثنا سفيان عن سماكي بن حرب عن جابير بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في مصلاه إذا صلى الغدات حتى تطلع الشمس حسناء حنا وكيع عن فطر عن أبي خالد الوالبي عن جابير بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليزال هذا الأمر مؤاتا أو مقاربا حتى يقوم 12 خليفة كله من قريش حدثنا وكيع عن سفيان عن سماكي عن جابير بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر في خطبته حنا وكيع عن سفيان عن سماكي عن جابير بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس بين الخطبتين ويتلو آيات من القرآن وكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا حنا وكيع عن إسرائيل عن سماكي عن جابير بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة كذابين حسن عبد الرحمن عن سفيان عن سماكي قال سمعت جابير بن سمرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسناء أو ترتفع الشمس حسناء حسن عبد الرحمن عن سفيان عن سماكي عن جابير بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ويجلس ثم يقوم يقرأ آيات ويذكر الله تعالى وكانت خطبته قصدا وصلاته قصدا حسن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن جابير بن سمرة قال جئت أنا وأبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول ليزال هذا الأمر صالحا حتى يكون إثنى عشر أميرا ثم قال كلمة لم أفهمها قلت لأبي ما قال 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 كلهم من قريش حسن عبد الرحمن حدثنا شريك عن سماكي عن جابير بن سمرة قال كنا إذا أنتهينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي حسن عبد الرحمن عن حماد وبهز قال حدثنا حماد بن سلمة عن سماكي بن حرب عن جابير بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ما عيز بن مالك ولم يذكر جدا حسن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الأعمش عن المسيبي بن رافع عن تميم بن طرفة عن جابير بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لينتهي أن أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجعوا إليهم حسن عبد الرحمن عن إسرائيل عن منصور عن أبي خالد الوالبي عن جابير بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بوعثت أنا والساعة كهاتين حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا زائدة عن سماكي عن جعفار بن أبي ثور عن جابير بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أتاه فقال أتوضأ من لحوم الغنم قال لا قال فأصلي في مرابضها قال نعم إن شئت قال فأتوضأ من لحوم الأبل قال نعم قال فأصلي في أعطانها قال لا حسن عبد الرحمن حدثنا زائدة عن سماكي عن جابير بن سمرة قال نبئت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا شعبة عن سماكي بن حرب عن جابير بن سمرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وقال مرة سمعت جابير يعني ابن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى المدينة طابة حسن عبد الرحمن حدثنا شعبة عن سماكي عن جابير قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر بالليل إذا يغشى ونحو ذلك وفي الصبح أطول من ذلك حسن عبد الرحمن وعفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن سماكي بن حرب عن جابير بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر بالسماء ذات البروج والسماء والطارق ونحوها قال عفان ونحوهما من السور حسن محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماكي بن حرب قال سمعت جابير بن سمرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى سمى المدينة طابة بعد مجدcho شكرا